الاهتمام بالقطط حديثة الولادة هو عمل صعب فهم يحتاجون للانتباه والرعاية طوال الوقت فإذا كنت مسؤولا عن قطط مولودة مؤخرا ستحتاج لبدل المزيد من الجهد في الرعاية خاصة إذا كانت الأم غير قادرة على رعايتهم فتتضطر أنت للقيام بمهامها وهذا يتضمن إطعام الصغار وإبقائهم دافئين ومساعدتهم على قضاء حاجاتهم وفي هذا الفيديو سنقدم لكم خمس أساسيات للعناية بالقطط حديثة الولادة فإذا كنتم تحبون هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا أولا تقديم كميات مناسبة من الطعام للقطط الصغيرة إذا كانت القطة الأم غير قادرة على إطعام الصغار سوف يتعين عليك الاعتناء بهم بنفسك وإطعامهم من وقت لآخر بشكل جيد ومن الجدير بالذكر أن الأطعمة التي تقدم للقطط الرضيعة تختلف على حسب أعمارهم فلكل عمر نوع معين من الطعام لذلك يجب عليك استشارة الطبيب البيطري من أجل معرفة نوع الطعام المناسب للقطط حديثة الولادة عندما يصل الصغار إلى عمر أسبوع أو أسبوعين ينبغي عليك أن تطعمهم كل ساعتين على الأقل مع الحرص على إطعامهم اللبن مع تجنب اللبن البقري تماما لأن معدتهم الصغيرة لن تقدر على هضمه مما قد يتسبب في حدوث مشكلات صحية لهم مع مرور الوقت وعندما تصل أعمار القطط إلى عمر ثلاثة أو أربعة أسابيع يمكنك وضع اللبن في وعاء عميق بجوار الطعام المخصص للقطط حديثة الولادة ويجب توفير هذا الطعام بمقدار خمس مرات يوميا على الأقل عند وصول أعمارهم من عمر 6 إلى 12 أسبوع ينبغي أن تقوم بتقديم كمية أكبر من الطعام مع البدء في تقديم الأطعم المجفف إليهم لأن معدتهم تصبح أكثر قدرة على التحمل مما مضى ثانيا حمل القطط الصغيرة برفق احرص على حمل القطط الصغيرة حديثة الولادة برفق شديد مع تجنب استخدام القسوة في التعامل لأن القطط في هذا العمر تكون ضعيفة للغاية فلا تتحمل أي قفضة شديدة وقد تصاب بأضرار خطيرة إذ تم حملها بشكل خاطئ ثالثا تخصيص مكان لنوم القطط الصغيرة تحتاج القطط الصغيرة دائما إلى الراحة والنوم لفترات طويلة لذلك يجب عليك توفير صندوق خاص ووضعه في مكان دافئ ومريح لأن القطط الصغيرة تكون بحاجة إلى الدفء التام والبعد عن التيارات الهوائية التي تتسبب في إصابتها بالأمراض وبعد ذلك قم بتغطيتهم جيدا ووضع المناشف المختلفة حولهم لتوفير الراحة والأمان رابعا مساعدة القطط على قضاء الحاجة من الطبيع أن تحتاج القطط إلى قضاء حاجتها وعادة ما تقوم القطط الأم بهذه المهمة عن طريق لعق المنطقة الحساسة لديهم حتى يتمكنوا من قضاء الحاجة بسهولة وعندما تجدها تقوم بذلك يجب عليك تركها تماما فهي تعرف جيدا كيف يمكنها الاعتناء بهم أما إذا لم تقم القطة الأم بهذه المهمة ينبغي عليك القيام بها بنفسك عن طريق تدليك المنطقة الحساسة للصغار برذق باستخدام قطعة من القماش المبلل لمساعدتهم على قضاء حاجتهم بسهولة إذا لاحظت أن هناك قطة من القطة لا تستطيع قضاء حاجتها بشكل سليم ينبغي عليك استشارة الطبيب فورا فقد تكون مصابة بإمساك أو أي مرض يمنعها من ذلك ويجب الإطمئنان على القطة من وقت لآخر خامسا استشارة الطبيب البيطري عليك أن تستشير الأطباء البيطريين أو الذهاب إلى أقرب عيادة بيطرية لمعرفة أفضل طرق لازمة لرعايتهم والعناية بهم فهم بحاجة دائمة إلى الرعاية والاهتمام وتوفير الكثير من المتطلبات الغذائية والأدوية نشكركم على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله